هل كان فيه محاولات للوقيعة بين البابا كريرلوس والرئيس عبد الناصر؟ طبعا الشيطان ما بيهداش لما يلاقي فيه محبة ما بين اتنين الشيطان لازم يعني يتدخل في الأمور ديات ويحاول يبقى فيه وقيعة أول وقيعة حصلت كانت فيه بدايات حبرية البابا كريرلوس السادس البابا يعني كان يحب أنه يزور الكنايس والأبروشيات عشان طبعا الناس يشوفوا البابا الجديد وخصوصا ويفتخد الأماكن دي آه ما كانش لسه التلفزيون ظهر في مصر التلفزيون ظهر بعد كده في الستينات وما كانش فيه صورة بتتنقل عن البابا كان يقوله باك الإزاعة فكان الناس يحبوا أن البابا يكون وسطيهم خصوصا اللي بيسمعوا عن البابا من شفافية ومن صلاة مستجابة وطبعا أثناء الزيارة دي يامن حصلت معجزات طبعا يعني تحضرني مثلا حاجة طريفة جدا وهو بيزور أحد الأبروشيات في وجه بحري راجل بسيط كان بيبيع طعمية وبعدين وهو وسط الجماهير دي كلها بيقول إيه يا ريت البابا كارلوس يرضى يضوء الطعمية بتاحتي بس أنا فين؟ ده الجماعة البشوات والناس الكبارة أوي عملوا له مواقع كلها ده بايح والحوم وفراخ هاي بص الواحد زي يعني هاي بص الواحد زي فده الفجر الراجل كان بيفكر بس وهو البابا بيسلم عن الناس ويوازع نقمة البركة ربنا كشف له الفكرة بتاع الراجل ده وهو بيدي البركة للراجل ده قال له روح يا راجل بسرعة اعمل لنا قرصين طعمية أنا هفتر من إيدك راجل استغرب إزاي ربنا كشف له يعني الفكرة ده فراح بسرعة وعمل له حتى اللي حوالي بيقولوله يعني ده الارخنة الكبار والمطرنة عملكوا عزومة كبيرة أنا مجرش حاجة نجبر بخطر الراجل الغلبان وفعلا جاوله الطعمية وفطر من الطعمية دي بعيدة عن الولائم الكبيرة ده كان بيزود شعبية البابا وعندما كان يعملوله بوابات للسرادقات ويفط وحاجات دي كلها هذا الكلام اترافعت به تقارير لرياسة الجمهورية إن الراجل بيعمل شعبية نفسه خدوها بقى بالحتة دي طبعا كانش في ابنها طبعا كانش في ابنها ومش باحتك شعبية خالص وبعدين لما كانوا بيشوفوا الجماهير والنواح الأمنية بقى بتبقى عاملة ازاي فالتقارير تزيد أكتر فهنا ربنا لما عارف الموضوع ده على فكرة الكلام ده كتبوا أبونا لو أسيداروس في كتاب أسرار القداسة في حياة البابا كاريلو السادس وما تنشرش غلة بعد نياحة أبونا لو أسيداروس فراح البابا كاريلو السادس رئاسة الجمهورية وكتب في ضفرة التشريفات كلمة بسيطة تعبر عن ولائه للوطن والرئاسة وكتب تحت كاريلو السادس مواطن خاضع لرئيس الجمهورية قمة التواضع أبونا تواضع من ناحية إرضاء للرئيس من ناحية إنه ما يعلمش حاجة نفسه من ناحية فدي كانت إحدى المرات يعني حبة بعض الناس أو الأجهزة الله أعلم إنها توقع تعمل وقيعة ما بين الرئيس وما بين البابا كاريلو السادس حاجة تانية بقى حكاية الراهب اللي زور جواب وإحنا حكناها الحكاية دي قبل كده السنة اللي فاتت زور جواب باسم البابا كاريلو السادس وباسم أبونا مخيلع مسيح وكيل البطرياركية وباسم أبونا مكارس سورياني السكرتير حط توقعاتهم نقلها من وثق قبل كده ولزقهم ووجه هذا الخطاب إلى ابن جوريون رئيس وزراء إسرائيل في هذا الوقت وتكشفت طبعا ده كان لها موال كبير والنيابة حققت والبابا كان له استلب النيابة تحقق في هذا الموضوع كان أحد رهبان دير أم بانطنيوس وكان خدم في القدس وبعدين كان ليه ظروف حاكين الحكاية دي قبل كده مش عايزين نعيدها يعني متعكس صراحة وفي الآخر اتسجن هذا الراهب وطلع بعد كده يعني وكان شاري فيلا في مصر الجديدة واشترى عربية عبد الناصر بعد ما مات اه اللي أعلم كلام ده بصفة شخصية يعني فالمهم عرفوا ساعتها أنه الترتيبات كلتها دي يبدو أن كان وراها الموساد الإسرائيلي للوقيع لأنه طبعا البابا كارولوس يكتب لرئيس وزراء إسرائيل في الوقت اللي كانت فيه الحرب على أشدها ما بين مصر وإسرائيل وبعدين يقول له يقول له الله يهلك أعدائك في البحر زي بأهلك أيام موسى الكلام ده كلام طبعا عمر البابا ما يقول هذا الكلام يعني مش كان البابا كارولوس طبعا وبعدين لا ده أثباته من ضمن الحاجات أنه ده مزور أن البابا لما يمضي بيحط خدمه الخاص مش موجود وبعدين ما فيش وكيل البوترياركية يمضي مع البابا أو السكرتير هو كان ليه طريقة محترمة كده بيكتب كارولوس بنعمة الله آه يعني لا أمور كتيرة طبعا في النيابة بعد التحقات بتاع النيابة الكشف تزوير هذا الخطاب لكن هنا بقى اللي يهمنا إيه تعليق تعليق الرئيس جمال عبد الناصر على هذا الموضوع بعد ما انتهت التحقات قال كده لقد أرادوا الوقيع بيني وبين البابا كارولوس لأن الجواب ده لو فعلا ما أثبتوش أنه هو جواب مزور وأن البابا كارولوس ما كانش كتب كده كان ممكن تصار شكوك كتيرة من ناحية البابا ومن ناحية الكنيسة ده صحيح وإحنا عندنا بعض النفوس الضعيفة اللي ما تصدق تمسك حاجة زي كده وتشهر بالكنيسة حتى بدون ما تتحقق أو بدون ما تنظر إلى جدية الأمر من عدمه فهنا ربنا يعني كان ليه نعمة كبيرة والرئيس نفسه قال قد أرادوا الوقيعة بيني وبين البابا كارولوس كويس إن الرئيس كمان اكتشفها بسرعة والله أعلم بأزي كان وراء الموضوع ده المساد أو غير المساد يعني أنا طبعا مش جاهد تحقيق لكن هذا ما قيل في وقتها وتكشفت وتكشف الموضوع وانتهى الموضوع على كده